موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الخامس للتدائي درسنا اليوم يونت سيكس لسن ثري يعني يونت السادس أدس الثالث أنوان الدرس مساعدة الأم موجودة بصفحة 78 من كتاب الطالب وصفحة 76 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات بالإضافة لكثير من الملخصات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرف بصفحة 8 سبعين من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Helping Mom مساعدة الأم أسفلها مكتوب Look and Read انظر وقرأ إذن هذا نص للقراءة رح نقرأ النص نفتهمه نحاول نفتهم مقدمة الدرس اللي هو عبارة عن هذه النصوص لأن تقريبا معظم النشاطات القادمة تعتمد على هذا النص نانا بالبداية كاتبين مام رهف and أمير went shopping last week الأم وابنتها رهف وابنها أمير ذهبوا إلى التسوق الأسبوع الماضي نلاحظ أن الفعل went ذهب الماضي ما لقو يذهب ليش؟ لأن الجملة بالماضي شلون عرفت عن طريق كلمة last week الأسبوع الماضي مثل ما وضحنا بالدرس السابق بموضوع الماضي البسيط إذن هنا ننتبه أن الأم ورهف وامير ذهبوا إلى التسوق في الأسبوع الماضي Where did they go؟ أين ذهبوا؟ منتبه إلى الأماكن اللي ذهبوا لها لأن بعد قليل رح يسألنا وين ذهبوا أمير ورهف والأم عند التسوق فهنا نتقول at 10.30 في الساعة العاشرة والنص Mom was at the pharmacy كانت الأم في الصيدلية إذن بالعاشرة ونص كانت الأم في الصيدلية At 10.45 في العاشرة وخمسة واربعين دقيقة رهف وامير كانوا في محل الألعاب نركز على الوز وز معناها كان كان أو كانت حسب الفاعل اللي قبلها مثلاً الأم بنت ماموز الأم كانت بينما where معناها كانوا للجمع هذه تستخدم مع المفرد وهذا للجمع في زمن الماضي البسيط إذن الأم وعائلتها رهف وامير كانوا في التسوق الأم كانت في الساعة العاشرة والنص في الصيدلية وأمير ورهف كانوا في محل الألعاب ساعة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة هذا مجرد نشاط للقراءة كمقدمة للدرس بعدها يقول لي listen, look and write the times استمع انظر انظر إلى هذه المحلات واكتب للأوقات هنا أنا يقول لك بعد ما عرفت أن الأم ورهف وامير ذهبوا للتسوق استمع لهذا المقطع الصوتي وحط التوقيتات اللي يذكرها بالمقطع الصوتي فوق كل محل ذهبوا له يعني مثلاً الأم كانت في الساعة العاشرة والنص في الصيدلية والأولاد اللي هم أمير ورهف كانوا في محل الهلعاب ساعة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة استمع من المقطع الصوتي وشوف باقي التوقيتات وين كانوا ساعة بيش كانوا عند البيكري الخباز وساعة بيش كانوا عند محل الملابس وهكذا إذن نستمع المقطع الصوتي نكتب الأوقات أو التوقيتات اللي كانوا فيها بهذه المحلات فوق هذه المحلات وبعدها نعرف شين مطلوب حفظه من هذا النشاط ساعة واربعين دقيقة تشتري بعض اللحم للغداء بعدها في الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة كانت رهف وأمير عند البيكري في محل المخبز لكي يشتروا بعض الخبز في الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة كانوا جميعهم في كشك الفاكه والخضروات في الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة كانوا في محل الملابس لكي يشتروا تنورة لرهف وفي الساعة الواحدة ظهرا كانوا جميعا في البيت يحظون بغداء هذا ما أخص هذا النشاط مجرد نشاط سماعي يستمع من خلال التلميذ المقطع الصوتي يكتب الأوقات فوق المحلات حسب المقطع الصوتي بعدها مكتوب أسفل الصفحة تحدث عن الأم ورهف وأمير أين كانوا في الأسبوع الفائد إن أنا محادثة بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول يسأل مثلا يقول أين كانت رهف قاد في الساعة مثلا 10.45 في الساعة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة التلميذ الآخر يريد عليه يباوه على المخطط بعد ما حلوا التلاميذ حسب المقطع الصوتي يباوه على المخطط أو على الأوقات يقول he أو she إذا ابنيا نقول she وإذا ولد نقول he she was كانت وين كانت at the toy shop في محل الألعاب زيان يسأل سؤال ثاني أو قدر استاذ يسأل يقول where was مثلا mom أين كانت الأم at 12.15 في الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة كانت في محل الملابس فش يقول التلميذ شي جاوب يقول she was at the clothes shop كانت في محل الملابس أو قدر الاستاذ يسأل سؤال ثاني يقول where where إذا كانوا جميع ما نقول was نقول where فنقول where were they أين كانوا كلهم أو جميعهم at 11.45 في الساعة الحادية عشر وخمسة وربعين دقيقة إجابة التلميذ يقول they were at the fruit and vegetable stall كانوا في كشك الفاكهة والخضروات هذه الصيغة الأولى الصيغة الثانية قد يسأل باستخدام أداة سؤال who هو معناها من فمثلا يقول who was at the putchers at 11 من الذي كان عند القصار في الساعة الحادية عشر نحن نعرف أن الأم كانت تشتري اللحم فنقول it was mom كانت الأم أو mom was at the putchers الأم كانت عند القصار وهكذا إذن هي عبارة عن محادثة بين تلميذ اثنين أو قد الأستاذ يسألها كأسئلة شفوية كتحضير يومي بداخل الصف يسأل مثلا يقول where was mom at 10.30 أين كانت الأم في الساعة العاشرة والنصف تلميذ يجابوه من خلال الصورة اللي حلوها قبل دقائق هذا ما يخص أحدا للنشاطين أنشط صفية تعتبر كتحضير يومي غير مهمة بامتحان التحرير وامتحان الشفوي فقط كواجب بيتي ننتقل للنشاط الآخر مكتوب let's check فلنتفقد بما أن let's check إذن هذا موضوع قواعدي long answers and short answers الإجابات الطويلة والإجابات القصيرة أنا عندي موضوع قواعدي بسيط ملاحظات قواعدية إذا أردسل عن المكان في الماضي مثلا أسلا ما كان شخص أين كان في في وقت معين نستخدم لذات السؤال where وتكون القاعدة كالتالي مثلا where was أو where where زين أستاذ شو كنت نستخدم was وشو كنت نستخدم where إذا كان الفاعل اللي أنا دا أسأل عليا شخص مفرد he she it نخلي نوضع was مثلا أردسل عن رهف أين كانت في الأسبوع الماضي فأقول where was she أو where was رهف at 11 o'clock أين كانت رهف في الساعة الحادية عشر أو قد أسأل عن رهف وأمير صاروا عندي جمع ما أقول was لأن الwas مع المفرد أقول where نستخدم where إذا كان الفاعل they أو we أو you الذين معناها هم رهف وأمير هم فأعوض عنهم في الضمير they أقول where where they أو where رهف عند أمير last week أين كانوا رهف وأمير الأسبوع الماضي وهكذا إذا نقول where زائدا أما was أو where حسب الفاعل إذا كان he أو she أو a تخلي was وإذا كان they أو we أو you أخلي where زائدا الفاعل اللي أنا دائسل عنه زائد تكملة خلنا نأخذ مثلا أقول where was رهب at 1130 أين كانت رهف في الساعة 11 و النصف فنلاحظ أنه خليت was ليش لأن رهف أعوض عنها بالضمير she she تاخذ was زين where were you at 130 أين كنت أنت في الساعة الواحد و النصف كذلك نلاحظ أنه خلينا where الثانية ليش لأن الفاعل you you نستخدم where هذا ما يخص السؤال زين الجواب يكون أنه أساس هذه القاعدة يقول لي أكو إجابات long answers طويلة وأكو short answers إجابات قصيرة فإذا تجاوب على هذا السؤال where was رهب at 11 30 أين كانت رهب في الساعة 11 و النصف أن دي طريقتين نجاوب على هذا السؤال أما أجابة طويلة أقول she was at the park هي كانت في المتنزة هذا الإجابة الطويلة أكو إجابة قصيرة من الممكن أن أجاب عنها طريقة أقصى فأقول at the park فقط في المتنزة إذن عندي أما أقول she was at the park هي كانت في المتنزة أو فقط أقول at the park في المتنزة مثال من الذي كان في محل القصابة في الساعة الواحدة أما أقول mom was at the put or mom بس الأم هذا ما يخص هذا الموضوع مجرد أعرف شون الإجابة تكون طويلة وقصيرة ننتقل إلى النشاط الآخر listen and say استمع وقل هنا أنا أبارة عن نشاط سماعي وبعدها التنميذ يحاول يردد عن وي يدرب أكثر على السؤال والجواب عن هاي الطريقة مثلا يقول where were you at ten o'clock أين كنت في الساعة العاشرة yesterday evening البارحة مساء أو ليلا فهنانا يقول I was at home كنت في البيت هاي إجابة طويلة أقدر أقول إجابة قصيرة فقط أقول at home في البيت سؤال ثاني where were you at six o'clock yesterday morning أين كنت أنت في الساعة السادسة صباحا البارحة فأما أقول I was in bed كنت في السرير أو كنت نائما أو أقول in bed إجابة قصيرة فقط أقول in bed في السرير هذا ما يخص على النشاط مجرد نشاط من الممكن أن تستاذ يسأل بداخل الصف يسأل التلاميذ عن نشاطاتهم في اليوم السابق فيسأل التلميذ مثلا يقول where were you at two o'clock أين كنت في الساعة الثانية فالتلميذ يحاول يذكر البارحة وين كان في الساعة الثانية مثلا يقول I was at home كنت في البيت أو I was in the park كنت في المتنزه وهكذا إذن مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى النشاط الآخر where were you yesterday use short answers أين كنت البارحة استخدم إجابات قصيرة ساعة بثمانية هنا يسأل التلميذ يقول لأين كنت الساعة بثمانية الصوح في التلميذ يكتب إجابته مثلا يقول in school في المدرسة يقول إجابات قصيرة فقط الإجابة القصيرة لا أستخدمها لا أقول I was in school أنا كنت في المدرسة فقط in school إجابة كافية لأنه يقول use short answers استخدم إجابات قصيرة بعدها هنا استاذ قد يسر يقول where were you at 3 o'clock أين كنت في الساعة الثالثة فالتلميذ يحاول يجاب مثلا يقول in the mall في المجمع where were you at 7 o'clock أين كنت في الساعة السابعة مسائم مثلا in the park في المتنزة where were you at 11 o'clock أين كنت في الساعة 11 مثلا يقول التلميذ at home في البيت وهكذا بعد ما ملا ذن الحقول يطلب من عندي ask your partner and write the answers in the table بعد ما التلميذ كمل و الحقل الخاص بهم جاء على ذن الرسل وين كان في الساعة الثامنة والثالثة والسابعة والحادي عشر يسأل زميل اللي قاعد بصفة يقول مثلا where were you at 8 o'clock أين كنت في الساعة الثامنة التلميذ الآخر رح يجاوب يكتب إجابة هنا your partner معناها إجابة زميلك أو صديقك اللي قاعد بصفك بعد ما سألت هذا السؤال تكتب إجابات هنا ويكمل عندي هذا النشاط إذن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين a write the words and the phrases on the clock time or on the map place هنا أنا يقول لك اكتب الكلمات من طين مجموعة من الكلمات بالحقل المناسب أو العبارات بالحقل المناسب أما بحقل الوقت أو الزمان أو حقل place المكان إذا دلت هذه العبارة على زمان أوضعها بالحقل الأول وإذا دلت على مكان أوضعها 6 o'clock في الساعة السادسة هذا زمان لو مكان هذا اكيد زمان فأكتب بحقل الزمان behind خلف هذه العبارة تدلت على time زمان لو place المكان أكيد هذا تدلت على المكان اللي أخذناها بالدروس السابقة in front of in front of معناها أمام كذلك تدلت على زمان للمكان تدلت على المكان in october معناها في شهر اكتوبر اللي هو شهر العاشر فأكيد هذه تدلت على الزمان وأوضعها بحقل الزمان near معناها بالقرب هذه تدلت على المكان وأوضعها بحقل المكان in baghdad في بغداد هذه تدلت على المكان وأوضعها بحقل المكان next to بجانب كذلك تدلت على المكان on monday في يوم الاثنين هذه تدلت على الزمان وأوضعها بحقل الزمان والopposite معناها مقابل ووضعها بحقل المكان هذا مجرد كمقدمة لموضوع جدا مهم اللي هو استخدامات ال-in وال-on وال-at مع ال-time مع الوقت ومع ال-place مع المكان هذين ال-in وال-on وال-at نسميه in prepositions حروف جر تستخدم مرة مع المكان ومرة مع الزمان لكن لكل وحدة استخداماتهم نجي كملاحظة أولى أو أولا استخداماتهم مع الوقت أو الزمان كل وحدة ويا من نستخدمها لازم أعرف أن كل وحدة لها استخدامات معينة مع الزمان وكل وحدة لها استخدامات معينة مع المكان مثلا أولا استخدامات ال-in وال-on وال-at مع من؟ مع الوقت أولا نستخدم in مع الشهور والسنين إذن in إذا شفت شهر من أشهر السنة اللي هي جنواري فبروري مارتش أبرول ماي جون جولاي إلى آخره وكذلك إذا شفت عام 2000-2001-1990 أوضع ويا حرف الجر N إذن in نستخدمها مع الشهور والسنين أما on تستخدم مع الأيام أيام الأسبوع نرفها Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday أما at نستخدمها مع الساعات الأوقات كانت تكون at 6 o'clock, at 7 o'clock, at 8 o'clock إلى آخره وكذلك مع كلمة weekend weekend معناها عطلة نهاية الأسبوع خلينا نأخذ كمثال I leave home فراغ 7.30 أنا أغادر البيت فراغ بالسبعة ونص استخدم وياها in لو on لو at سبعة ونص هذا من الأوقات أو الزمان فشنو حرف الجر المناسب لهذه الجملة؟ about على مبادل الفراغ لقيت ساعة ساعة بالسبعة ونص مع الساعات شاستخدم؟ تستخدم at مع الساعات إذن استخدم at number two I went to بصرة فراغ نوفمبر ذهبت إلى البصرة فراغ شهر نوفمبر مع الأشهر شنو اللي أستخدمها؟ ذكرنا أنه مع الشهور نستخدم in فأقول in November number three My birthday is فراغ Tuesday أيد ميلادي يصادف فراغ Tuesday يوم الثلاثة مع الأيام شنو نستخدمه؟ ذكرنا أنه مع الأيام نستخدم on فأقول on Tuesday هذا ما يخص الوقت من الجه النوب لازم نعرف استخدامات ال in وال on والات مع من؟ مع place مع الأماكن كذلك عند ملاحظات أولا نستخدم in مع المدن كأن تكون بغداد بصرة لندن أخذنا بدروس سابقة مومبي، نيو ديلهي، شكوا اسم مدينة نستخدم وياها in أما on فتستخدم مع اسماء الشوارع بالدرس السابق أخذنا اسماء الشوارع كأن يكون Green Street، الشارع الأخضر Red Street، الشارع الأحمر أو قد تكون مثلاً الرشيد ستريت، شارع الرشيد الأخذي، إذن إذا كان اسم شارع أستخدم وياها on أما الآت تستخدم مع اسم الشارع لكن شنو فيه رقم بناية، ننتبه مرة تجيب لغرين ستريت، لكن شنو هي مثلاً 14 رقم 14 هذا الرقم 14 يدل على رقم بناية إذا دل على رقم بناية فأستخدم وياها at فمثلاً 14 الرشيد ستريت رقم البناية 14 من شارع الرشيد ما نستخدم on لأن مو فقط اسم شارع وإنما ويا رقم بناية فإذا اسم شارع ويا رقم بناية أستخدم at كذلك خلنا أخذ أمثلة I live فراغ كربلا أنا أعيش في كربلا شنو لاستخدموها هاي الجملة in لو on لو at كربلا اسم مدينة مع اسماء المدن نستخدم in فأقول in كربلا number two The school is فراغ the green street المدرسة في الشارع الأخضر in لو on لو at بما أن الشارع الأخضر اسم شارع مع اسماء الشوارع نستخدم on أنتبه أنه ماكو رقم بناية دورت ما لكية رقم بناية فقط اسم شارع لذلك أستخدم on أما المثال الثالث The shoe shop is فراغ 15 الرشيد ستريت محل الملابس في 15 شارع الرشيد فشنو لاستخدمه in لو on لو at كذلك هنا ناسم شارع لكنه ويا رقم بناية بما أنه ويا رقم بناية استخدم at فأقول at 15 الرشيد ستريت في البناية رقم 15 من شارع الرشيد هذا ما يخص استخدامات ال in وال on والات مع الأماكن ومع الزمان دعنا نشوف شون تجينا بالامتحان مثلا يقول لي The supermarket is far off the green street الأسواق في الشارع الأخضر استخدم in لو on لو at بما أن الشارع الأخضر بدون رقم بناية أقول on number two Ali's house is far off 16 العباس street بيت علي في 16 من شارع العباس رقم البناية 16 من شارع العباس كذلك قل لي استخدم in لو on لو at بما أن رقم بناية مع الشارع أستخدم at number three Suha was born فراغ جنواري 1990 Suha ولدت في شهر يناير من عام 1990 مع الأشهر شن اللي أستخدمه أستخدم in فأقول in January 1990 number four I arrived فراغ 730 أنا وصلت في الساعة السابعة والنصف شن اللي أخلي in لو on لو at بما أن وقت الساعة تستخدميها at فأقول at 730 number five She plays tennis for all the weekends هي تلعب التنس في عطل نهاية الأسبوع شن اللي أستخدمه in لو on لو at إنو هي الويكنز نستخدم at فأقول at the weekends هذا ما يخص استخدامات ال in لو on والات مع الأماكن والزمان أعرفنا قاعدة كل واحدة مع الزمان وكذلك قاعدة كل واحدة مع المكان أعرفنا شون تجينا بالامتحان وقسمناهن على حسب الملاحظات اللي أخذناها قبل دقائق ننتقل إلى تمرين بي listen on number the places you hear استمع ورقم الأماكن التي تسمعها هنا أنا منطيني أربع جمل كل جملة بيها أربعة أو خمس أماكن يقول لك استمع للمقطع الصوتي ورتب الأماكن حسب ما يقوله بالمقطع الصوتي فمثلا إذا قال بالمقطع الصوتي مثلا I went to the bakery ذهبت إلى المخبز أخلي رقم واحد على bakery بعدها then I went to the butchers بعدها ذهبت إلى القصاب أخلي القصاب رقم اثنين رتبتهم حسب المقطع الصوتي إذن استمع المقطع الصوتي ورتب الأماكن لكل نقطة حسب المقطع الصوتي وبعدها أعرف شون المطلوب حفظ من هذا النشاط Track 85 Activity Book Unit 6 Lesson 3 Listen and number the places you hear 1 First I went to the butchers and then I went to the library to get a book for school 2 My brother went to the toy shop and then he went to the shoe shop 3 At 11 o'clock I was at the pharmacy and then I went home I was at home at 11.45 4 My sister was at the supermarket at 8.30 yesterday then she went to the bank إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورتبنا أسمع الأماكن حسب المقطع الصوتي لاحظنا أن هذا النشاط هو مجرر نشاط سماعي من خلال بعض الشخصيات تتحدثون عن نفسهم مثلا الشخصية الأولى بتقول I went to the butchers first ذهبت إلى القصاب أولا then I went to the library بعدها ذهبت إلى المكتبة لذلك رقمت العماكن أولا ذهبت للbutchers القصاب then to the library بعدها إلى المكتبة وهكذا مع بقية الجمل إذن هو مجرد نشاط سماعي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمريسي look read and underline the past verbs انظر اقرأ وضع خط تحت الأفعال الماضية إذن يطلب من أندي أن أقرأ هذا النص وإثناء قرائتي أوضع خط تحت كل فعل يلاقيني فرح نقرأ النص نوضح مفرداته هو لأن نص للقراءة وبطريقنا نوضع خط تحت الأفعال الماضية اللي تلاقينا يستردي البارحة سردار went to the city سردار ذهب إلى المدينة went هذا أول فعل ماضي يلاقينا went ذهب الماضي ما go he traveled by train سافر بواسطة القطار أوضع خط تحت traveled سافر الماضي ما travel يسافر he arrived at the station وصل إلى المحطة arrived وصل الماضي ما arrived at 10.30 في الساعة العاشرة والنصف he was hungry لقد كان جائعا was كان الماضي ما is يكون he was hungry كان جائعا so he went to the bakery لذلك هو ذهب إلى المخبز كذلك went هي الماضي ما go ما يحتاج أن أشرها لأن أشرناها بالسطر الأول he ate a cake أكل أكيكا ate الماضي ما eat eat يأكل ate أكله it was 11 o'clock كانت الساعة الحادية عشر كذلك was ما يحتاج أن أشرها لأن أشرناها بالسطر الثالث then he walked to the cafe ثم بعدها سارة إلى المقهى walked سارة بالماضي المضارع مات walk يسير walked سارة he was there at 11.30 كان هناك في الساعة الحادية عشر والنصف he drank a cup of coffee شرب كوب من القهوة drunk شرب الماضي ما drink يشرب then he went to the library بعدها ذهب إلى المكتبة to read a book لكي يقرأ كتاب he was there from 11.45 كان هناك من الساعة الحادية عشر وخمسة واربعين دقيقة until one o'clock حتى الساعة الواحدة then he went home بعدها ذهب إلى البيت هذا مجرد نص للقراءة يطلب من عندنا قرأ النص وأضع خط تحت الأفعال الماضية على موضي يختبر أني أنا حفظت الجدول مع الأفعال الماضية اللي أخذناها بدروس سابقة بعدها بتمرين write the verbs again اكتب الأفعال هذه مرة أخرى and the present simple tense بالمضارع البسيط هذا بالماضي يريدها بالمضارع بالدروس السابقة كان ينطينيها بالمضارع ويريدها بالماضي أما بهذا الدرس فينطينيها بالماضي يريدها بالمضارع فمنطيني المثال هو الwent ذهب خلى ليها go و goes go مجرد و goes بها أس الشخص الثالث باعتبارها اثنينات سن أفعال مضارع بعد أنا هم الفل الثاني أحاول أخليه بالفل المضارع traveled سافر أخليها travel يسافر و travels بها كذلك أس الشخص الثالث معناها يسافر بعد arrived وصل المضارع ماتها arrive هو حال لياها يصل و كذلك وضع لها س الشخص الثالث بعدها was كان المضارع ماتها شنو أما is أو are is للمفرد والare للجميع أخذناها نبدروس سابقة eat أكل المضارع ماتها eat يأكل و كذلك أوضع لها س الشخص الثالث eat و eats معناها أن يأكل walked سارة المضارع ماتها walk يسير و كذلك أوضع لها س الشخص الثالث drunk شرب المضارع ماتها drink يشرب و الفعل الأخير أنا ما وضعت تحت خط اللي هو فعل read يقرأ لأنه أصلاً هنا بالمضارع هو قل لي أوضع خط تحت الأفعال الماضية بينما هنا هو بالفعل المضارع لذلك ما وضعت تحت خط و بقاعد فأكتب به هذا الفعل اللي هو read يقرأ reads كذلك يقرأ الماضي ماتها read نفس الكتابة لكن اللفظ يختلف read يقرأ read قرأ هذا ما أخذ تمرين c و d لأن الأفعال كذلك نحاول نحفظه نحن نحاضيه نبدله السابقة لكن نراجعهن أكثر الأفعال المضارع وصيغتهم الماضية الممكن تجينا بالامتحان بسؤال للأملاع هذا ما أخذ درسنا لهذا اليوم أخذنا ب كيفية السؤال عن مكان شخص معين في الماضي مثلا where was رهف at 7 o'clock أين كانت رهف في الساعة السابعة yesterday البارحة يكون الجواب عننا أما جواب طويل أقول she was in the park كانت في المتنزة أو يكون جواب قصير مثلا in the park في المتنزة وكذلك أخذنا ب استخدامات ال in وال on وال at مع الأماكن والأزمنة أخذناها على شكل ملاحظات تعرفنا استخدامات كل واحدة منهم وشون تجينا بالامتحان بالإضافة إلى ذلك استخرجنا الأفعال الماضية وضعنا تحتها خاط ووضعناها بصيغتهم المضارعة ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدمون تتواصلون معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة